مساء الفل مساء الورد مساء السعادة مساء الحب مساء اليسمين مساء القوة مساء القوة مساء القوة عليك يا أحلى حاجة حصرت في الدنيا يا أجمل حاجة حصرت في التاريخ مساء الخير عليكم جميعا أول عشرة دايب تبقى عشانك تبقى ليكي نماية مشكلة عندك مشكلة معجرتك مع مديرتك مع مديرك مع جوزك مع حماتك تبعت البرنامج وإحنا بنرد عليكي وده بدون الرجوع ودي حاجة لازم أقولها في الحلقة دي إحنا ما بنرجعش المختصين واللي بيشاركوا في الرأي ما بيبقوش ناس كتير تلتين الوقت بيبقى أنا بس بيبقى رأيي فردي وبيبقى رأيي من إنسانة لإنسانة أو من ستة لستة بدون فكرة العلم بقى وإن أنا كذا وإن أنا عارفة سيكولوجية اللي مش عارفة إيه وكذا ورغم ده أنا كانت إدارة القناة زي ما قالت لكم قبل كده طلبت مني إنه أنا أدرس سيكولوجية السيتو والسيكولوجية بتاعت الراجل واللايف كوتشينج وإزاي هتعامل وكذا فأنا ابتدت الطريق إن شاء الله على الموسم التالت هكون معيها الشهادة السيرتفايد أو المواثقة اللي تخلينا نقول إن ده ما بقاش رأيي شخص عادي هيبقى رأيي يعني مفروض إنه في خلفية علمية وراء الرأي السيتة اللي بعتتلي أو صاحبة القصة دي هي مش بعتة على صفحتيش رخصية مش بعتة على صفحة البرنامج مش بعتة في أي حتة هي بعتلي على الإيميل الخاص بتاعي الحقيقة أنا لقيت إنه قصتها ملفتة جدا للانتباه ومختلفة إلى حد ما ليه مختلفة؟ لأنه نوع الراجل اللي أنا حتكلم عليه دلوقتي ما تكلمناش عليه قبل كده في البرنامج هو راجل الوسواس ست تعرفت على راجل قال لها أنا عندي شقة في المكان الفلاني هي كاتبة فين بعد شوية قال لها أنه أنا حتجوزك لكن حتجوزك من غير أمي وأبوي عشان أنا متخنق معاهم وما بدخلهمش البيت فهي بتقول لي إنه للوحلة الأولى الكلام كان غريب جدا يعني إيه ما بدخلهمش البيت المهم إنه هي والدتها الله يرحمها كانت كل حاجة لياها هي لك بتديها رأيها وهي لكن بتخطط لها حياتها والدتها توفت فأبوها قال لها روحي اتجوزي هذا الرجل الرجل ده المهم إنه هي فعلا قالت إن هي اتجوزته بعد ما اتجوزته بشوية ابتدي أقول لها ما تبسكيش حاجاتي ما تبسكيش الكنبة ما تنظفيش السرير ما لكيش دعب عفش بيتي ما لكيش دعب حيطاني ما لكيش دعب حدومي ما تتحركيش جول بيت كتير ما تستعمليش حاجات البيت ما لكيش دعب الأدوات بتاعت الطبيق الحلل التساطل مش عارفة إيه كذا ما لكيش دعب يوم خالص فابتدت أقول لها يعني مرادة ما بقيتش فهمة المهم إنه بعد شوية وقت هو بقى بيخرج يروح الشغل فهي حايزة تأكل فحايزة تدخل المطبخ تجيب كوباية تشرب منها تجيب مش عارفة إيه فبتقولي أنا ابتديت يبقى عندي رعب رعب من نوع غريب وجديد إن أنا خايف همسك أي حاجة في البيت لا تقفش فبهدل المهم إنه في يوم خيناها غريبة جدا دخل لها كوبايتين في الحود أنا مش قلتك تشتري كوباية بلاستيك حاجة حاجة كده أنا مش فهمية حاجة ما عندتش علاها بصراحة بل كده خالص قلت له أعمل إيه و أنا مش عارفة إيه كوباية خلصت إيه رح تضب ضربها بعد الضرب بأسبوعين ثلاثة يبقى فيه مد إيد وهو ده يبتقولي هو الموضوع الأخيانة هو ده الموضوع سبت الأسف حملت لما حملت قال لي تنزلي العيل أنا مش عايز عيل مش عايز أخلف خالص في حياتي أيوة ده مني عشرة بتكرعني لا أنا بحبك بس أنا مش عايز عيل رفضت رحت عند أبويا ورجعت وكذا لما رحت عند أبويا وهنا بقى الموضوع أبويا قال لي أنا كمان مش عايزك عندي في البيت تفضلي روحي بيت جوسك أعمل يا رد أعتقد والله أعلم إن أبوكي بيعمل كده عشان ما يخربش عليك عشان ما يبقاش بيحسسك إن هو بيساعدك إن أنت تسيبي بيت جوزك وإن أنت ممكن تنزلي العيل أو تحتفزي بيه يمكن هو مش عايز مسؤوليتك ومسؤوليت بنتك أو ابنك اللي في بطنك الله أعلم لكن مهما الأب إسي ومهما الأم إسيت عمرها ما هيكون في أساود الزوج بين قسين أو الزوجة في بعض الأحيان رأيي لا ما تكمليش مش عشان فكرة إن هو عنده وسويس قهري ومش عشان فكرة إن هو عنده مشكلة في إنك ما تبسيكيش حاجات البيت أو هو محسسك إنك غريبة أو وحيدة في البيت أو كذا لكن وحي مش عايز عنده مرض مش عايز يخلف مني مش هتعمني دربني وعادة الستات بتكمل عادة وتطر تستحمل وتمشي الدنيا وتمشي نفسها وتمشي الحياة وتقول أهي الحياة وهتقرص شقة العيال لكن هو مش عايز العيل إذا كنت إذا كنت أبقى تأخذي رأيي في فكرة إن إحنا ننزل العيل أو ما ننزلوش لأ ما ننزلوش ننزلوش أنه حرام وما ننزلوش عشان بعد شوية وقت لما هتبي قم وحت وحتخلف والعيل يبتدي ته ته والمه والبه والمم ويكبر كمان شوية ويبتدي يسحف ويكبر كمان شوية ويبتدي يجري يمشي بعدين يبتدي يجري وبعدين يبقى ليه طلبات وبعدين يخش مدرسة وحياة هيجي لحظة عليك تقول أنا كنت بعمل إيه قبل ده وربنا كريم وحقيقي العيل بتورب برزقه حقيقي العيل بتورب برزقه فما تقوليش إن أنا ما عنديش إمكانيات مادية فهروح هننزل العيل اللي خلقه هيرزقه وده رأيه منتهى الأمان ما عندناش وقت عظيم في الحلقة دي عشان إحنا مفروض إن إحنا عندنا فقرات كتيرة جدا هنبتدي بأول فقرة بس أول ما نبتدي بأول فقرة في حاجة مهم من كتة أنا عايزة أقولها لأن السؤال ده لسه بيتسائل كتير جدا هو أنت بنت الشيف الشربيني هو أنت بنت حسين الشربيني هو أنت أخت مش عارف مين الشربيني هي عائلة الشربيني كبيرة جدا في الشرقية والمنصورة ومعرف شبين وفين وفين لكن أنا مش بنت الشيف الشربيني ومش أخت مش عارف مين الشربيني ومش بنت حسين الشربيني عشان عنيان خضرة وعنين خضرة فحان بيت بنته كلامنا مش مضبوط خاص عشانا شفت على الفيسبوك يوم الأربع والثلاث كتير قوي السؤال كتير قوي هدي بنت الشيفي الشابيني بنت الشيفي الشابيني فلا أنا مش بنت الشيفي الشابيني ويشرفني طبعا وحبيبي والسوبر ستار بتاع سي بي سي سوفر كلا أنا مش بنتو تعالوا بقى نبتدي حلقتنا الجديدة حلقة الجمعة بكايرو وادنج فاستفل ده فعشان شو عظيم جدا وفساتين كتير جدا تعالوا نتفرج عليها وهي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 فهي قالتلي حلو قوي وكده فقلت لها اوكي قالتلي جايبها منين انا عايز اشتري واحد وكده قلت لها انا اللي بعملهم قلتلي ازاي قلت لها عندي كذا كذا وقلت تب انا عايز واحد ضروري جد فبعدتها لها اوكي وخدنا تلفونات بعض وبتاع وكلمتني وبعدتها لها بفتح التلفزيون لقيتها قعدة في برنامج هي ضيفة فيه بتتكلم علي انا فحسيت ان لأ لازم الواحد فعلا يعني دي حاجة فظيعة مش اي حد يعمل كده يا بشرة انسانة عظيمة لا لا بشرة جميلة وهي ما فيش سابق معرفة بيننا غير الموقف ده فحسيت ان انا بشرة ما بتقولش اي كلام يعني لما بتقول على حد حاجة كويسة بيقوله فعلا كويس فحسيت ان انا لازم اكتهد شوية فمن السنتين اللي هم دو اللي هم اللي بلقى التقشد دي حالي اوكي وبقى النجمات هم اللي عايزين اوه ريم هي اشترت من عندي يعني ريم انا ما كنتش عارفها انا عرفت بالصدفة ان ها اشترت من عندي وهي بتبقى اشترت مسلا وتطلع في التي في برضو وتتكلم الحلق ماعرفش ايه الكلام ده طب انتي عملنا نهاردة هدايا لمشاهدينة اوه عاملة حصل؟ اه طبعا اعملين ثلاث هدايا الحلق اللي هو ده اوكي وخاتم في امل وحلق سلام سلام اوه المسابقة دي احنا عارفين ان احنا بنتكلم على التليفون وبنوصل للدزاينر اول 3 اول 5 اول ببقى منتفقين قبليها فاحنا نعرض معنا 3 هدايا فبالتالي احنا حنحول الـ 3 هدايا بتاع باكي زهانم درامالي مع استاذة غلول اه خلاص بقيت استاذة كوتسيو على الصفحة بتاعتنا هي وبس حنحولها للسوشيال ميديا وحيتم تنقية 3 ستات بشكل عشوائي تماما من البوست اهداء من الاستاذة هبة او من باكي زهانم الدرامالي اللي هو البراند باكي زهانم اهداء منهم 3 حاجات دول كل ست هتاخد حلق سلام او الحلق اللي هو السيلفر او الخاتم فيه امل الحلو فيه امل ده طيب فاهميني بقى كده سعادة انا شايفها سعادة فيه امل بحاول اكون ايجابية السلام اه ايه فراش بيتير اه ده عشان ده شخصيتك بصي هو ممكن يكون انا مرت بحاجات كتير ففيه وقت فعلا حسيت ان اه ممكن فيه امل حسيت ان انا بحبها بحرة برفض القيود اللي بتتحط على الست برفض القيود عمتن يعني لو اقل ليه يعني لازم اكون مقتنعة فدايما بحس وكده بس بحب استاتة تبقى شيك وبحب اقدم كل حاجة تنفع في كل وقت لان انا اكيد كلنا كستات اكيد فيه وقت بنبقى فيه معزومين على حفلة او حاجة فلابسين كذا فيه وقت بنبقى خارجين طول الوقت وعنده مش لازم نكون مبهدلين نقدر نلبس حاجات تكون عملية وكويسة ويكون شكلنا كويس سؤال الاخير هل انت بتعملي الديزاين ستين حسب المودة ولا حسب مودك ولا حسب الناس طلبين ايه حسب مودي للأسف يعني احنا ممكن مرة نشوف اكتئب على ساعات كان مرة كان في مرة كان فيه مرة كان فيه كولكشن كانت كانت كنت كتبة ايه يا رب فات المعاد او لسه فاكر كان زمان ووحاجات كده اه 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 طب انا لو عايزة النهاردة معيش سؤال تاني اخير اوكي لو انا عايزة النهاردة حلق بشكل معين او خاتم بشكل معين بعيدا عن الكولكشن بتاعك بتعملي ده لا ما بتعمليش ده ليه هقولك الديزاين ده بيترسم على الورق بيبقى حاجة ولما بيتنفس بيبقى حاجة ممكن ما يطلعش حلو يعني أنا ما باجي عمل ديزاين بعمله وبنفزه وبرجع عائدة عليه وبرجع عدر وبرجع أعمل غير لما حد يجي يقول لي عملي هو مش عارف هيبقى شكله ايه هو مش دارس الموضوع غير كده أنا ديزاينر فهعمل شغل ناس تانية ليه يا ولد يا جامد انت لأ أنا ما حبش برضو حد يعمل شغلي فما ينفعش حد يجيب لي شغل حد تاني يقول لي عمله أنا مش يعني مش هكون حبة ده مش هزيب حيكم واتينا اللي هولو بسيه مبسوطة جداً من اللي أنت عاملها و أعرف أنا أعرف عن بكيزا من ست سبع شهور وكنت فاكرة جداً آقول الفريه الأداد إنه هي لزم تبقى معنا ولزم تشرفنا مش عشان نجمات بقى لبسين وعشان مش عشان الكلام ده لكن علشان لكن هو السؤال اللي أنا سألته لها شفت في حاجتها فيها أمل فيها سعادة فيها روح أنا أكتر حاجة بحبها في حياتي ودي بتذكرني بحاجة شخصية لي هي الفراشة الساعة أو الناس اللي حولي دايما بقي سنين عمر بقول لهم أنا شبه دي أنا شبه الفراشة فوقع بالصدفة صورة بتاعتها فيها فراشة فقلت إتناها ساين علامة إن الساعة دي لازم تشرفنا في البرنامج أنا تشرفت بيكي حقيقي والكولكشن بتاعك بجد حلو جدا ومنشكل على التاعة هدايا الحلوين إن شاء الله في الكولكشن الجاية تبقي معنا وبردو نهاية دي بردو بمشاهدات بمتعنا أكيد أكيد ويبقوا أكتر كمان حبيبت قلب أنت نورتينا مشاهداتي عزيزات إحنا خلصنا من بكيزة هنا مؤسسة غلول صاحب صاحب الفقر دي لكن حرقتنا نسا من خلصتش خليكم معنا وتابعونا وما زلنا معاكم وهي وبس ورجعنا لكم تاني بعد الفوص المشاهداتي العزيزات مع سان بلوك أو واقي الشمس كريم واقي الشمس إحنا تفنى قبل كده إنه إحنا كستات عادية جدا محتاجين نحط واقي شمس حتى لو هنحط ميكب حتى لو هيحصل أي حاجة لأنه واقي الشمس ده بيمنع أشاعة الشمس إن هي تتخلل في الجلد فالكرمشة بقى اللي أنتوا شايفينها في عيني دي والحاجات دي تتأخر شوي أو لو إحنا في مصيف ومش عايزين نتعارض للشمس أو مش عايزين نصمار قوي بنحط السان بلوك أو كريم واقي الشمس طيب لما بنروح الصيدرية بنشتري يعني الحمد لله دلوقتي بقى غالي حبتين ده نمر واحد نمر اتنين ساعات كتير مش بنلاقيه نمر اتلاتة ما بنمقاش فاهمين فيه فما بنمقاش عارفين نجيب 50 SPF ولا 100 SPF ولا 90 اللي بيحصل مش عارفين فإحنا فهي بس جبنا واقي الشمس أو عرفنا نجيب الوصفات اللي تطلع كريم واقي الشمس اللي تنفع علينا وتنفع كمان للأطفال أو العيان الموضوع يعني معقد حبتين عشان كده أنا جايب الكروت معاي عشان لو فيه عجل ساعة تتمني لأن الحقيقة أنا ده ما استعملتوش بس أنا قررت ان احنا بعد البيحصل ده هعبي الحاجات زي ما بعمل في كل وصفة لو أنا ما استعملتاش واخده ما استعملهم في بيت أول وصفة مشاهداتي عزيز معلقة كبيرة شمع عسل أو صابون الشمع عسل طبعا كل احنا هنقول ده النهاردة من عند العطار عليها معلقة كبيرة بزور زيت بزور العنب بناخدهم هما اللي اتنين نعمل لهم حاجة اسمها حمام مية يعني يا حمام مية نحطهم على بعض وتحتيهم حلة مية مغلية علشان يعني يسيحوا مع بعض البخار هو اللي بيسياحهم حطوهم على بعض بعد ما بيسيحوا نحط عليهم معلقة كبيرة اوكسيد الزينك او كريم مرتب في اوكسيد الزينك ده بيتجاب من الصيدلية او ممكن نسأل عند العطار بعد ما نحط اتنين دول نحط عليه ده بنسبة عشرين في المية بعد كده نجيب كابسولة فيتامين اي اهي اهي انا مشاهل فهمهم تطلعيني او لا وتقومي فتحها وحطاها كده وبعدين تحطي معلقة كبيرة جل صبار برضو من الصيدلية وبعدين تلاتين نقطة زيت عطري ممكن بقى زيت ياسمين ممكن زيت ورد بقى لافاندر زي ما انت عايزة ده بيتجاب من عند العطار وبعدين نصف كبيرة مية مغلية يتحطوا على بعض وبعدين ناخد الخليط نحطوا جوه التلاجة كل شوية تفتحي التلاجة وتبتلاي تشيكي لحد انا عايزة اقولكو انه الكريم بتاع الصيدلية بيطلع بنفس المنظر ده نحطوا بقى في ازازة نحطوا في علبة نحطوا في اي حاجة ونقدر نستعمله طول اليوم لو فيه شوية فضلين ممكن نرجعهم تاني في التلاجة ونستعملهم تاني يوم ادي اول طريقة الطريقة التانية مشاهداتي العزيزات 100 جرام زبدة تشيا 100 جرام زيت جوز هنت 2 ملقة كبيرة اوكسيد الزنك وعليهم عسل شمع عسل من عند العطار شمع عسل طبعا نحفينهم من عند العطار من عند العطار كلهم من عند العطار بنحطوهم على بعض بس ده لازم نسياحه الاول بنفس الطريقة هنحطه على حلة فيها مياه مغلية نعمله حمام مياه البخار يطلع يسياحه وبعدين نحطه على دول على بقية المكونات هناخده نحطه في التلاجة هيطلع كده برضو ينفع نحطه على جسمنا قبل ما ننزل او احنا على البحر على البسين على اي حتة ولو فاضل هنرجع البيت نحطه في التلاجة يجمد ونستعمله اليوم اللي بعديه بعد كده ما ينفعش اخر وصفة مشاهداتي يا عزيزات 3 معلق كبيرة زبدة كاكاو 3 معلق كبيرة زيت جوز هند 3 معلق كبيرة زيت زاتون زيت لوز حلو وعليهم زيت السمسم و 500 ملي شاي احمر هنحطهم على بعض وندخلها التلاجة هتبقى بالشكل ده نفس الطريقة هي هي بالزبط واقي الشمس مهم جدا لنا كستات واحنا خارجين او قبل ما نخرج لان ده بيمنى حاجات كتير حاجات كتيرة جدا كمان ده مهم جدا لاطفالنا على البحر او على البسين او كذا مهم جدا ان احنا مش عايزين نصمر او مش عايزة درجة البشرة بتاعتنا تتغير مهم جدا كمان للمحجبات لان هم دائما بيشتكوا ان ايديهم ووشهم غير لون جسمهم ده طبعا بسبب التعرض للشمس اللي بيخلي لون البشرة بتاعة الوش ولون الايدين غير لون الجسم فبالتالي ده حل عظيم جدا لكل الستات المحجبة اللي عندها المشكلة دي دلوقتي احنا قدمنا سان بلاك او الكريم الواقي من الشمس خلصنا الفقرة دي كان حققتنا لسا ما تخصدش خليكم معانا وتابعونا وما زلنا معاكم واهية وبس ماما في الشغل يعني ايه حكيت ماما في الشغل معانتك لا بتشتغل واحنا بنشتغل ايه موضوع ماما في الشغل ايه ردو يا حق استاذة ردو حمائي حديك نورانا ايه موضوع ماما في الشغل يا ماما اوه زي ما الاسم يقول ماما في الشغل يعني ده موقع وصفحة على الفيسبوك انا اسستهم عشان ادعم الامهات اللي عملت الله يخليك بس حس بيكو حس بي مخدرين مجهوديتك العظيم حي بس حتى هتدعمين ازاي كامال في الشغل دلوقتي انا في الشغل او بس يوم الموضوع ده الاول انا كنت بكتب زي مقالات بس بصورة كده كوميدية يعني عن مثلا المذاكرة ساعة ستة الصبح الوقت اللي هو الام بتبقى صحية وبتجري وعنفسها والبص مستني تحت حاجات مثلا اللانش بوكس التمرين في الولاد الرياضة الكلام ده كله يعني موضوع ده ان انا بكتب خواطر عندي كاما عاملة مثلا وبجري حواين نفسي بصورة كوميدية وقلت طب ما اناعمل صفحة على الفيسبوك واشيرها مع الناس لقيت صراحة يعني الاقبال عليها كويس جدا فقلت طب يعني بتدي اكتب اكتب اكتر وبعدين بتدي احط نصايح بقى تنفع الام العاملة مثلا حيك ام انا ام طبعا ام وعملة برضو انا واف الشغل اه لتنين يعني دي ام وعملة نفسي ذاك الوقت فانا كنت مثلا ساعة كتير قوي ببص على مثلا حاجات اونلاين بلاي انهم مثلا بيخطبوا الامهات اللي هم عندهم وقت عندهم مثلا الولاد الصبح في المدرسة فقدروا يعملوا حاجات معينة فطبعا سنسان انا ام عاملة كنت حسن لأ انا برجع مثلا انا وابني في نفس الوقت ان ما كنتش رجعت بعد دي والوقت عندي يعني دايق جدا فطبعت اقرأ اكتر في ازاي ان انا اقدر اعمل كل حاجة انا عايز اعملها في الوقت القليل وكنت مصيرا ان انا ما سيبش شغلي وما سيبش يعني بست المهتمية بابني وبيتي وبالنسبة لي بعض دول اولوية حال فكل ما كنت اتكلم ما حد من زملاتي في الشغل لان الموضوع ده فعلا يعني يعني حاجة النسفة كلها عندها مشكلة فيه ومش عارفة ازاي انها تحلها يعني في الموضوع بدأ اننا بتدكتب بقى نصايح معينة مثلا ازاي تعملي اكل صحي في 30 دقيقة ازاي مثلا اي حقوق المرأة اللي عاملة في قانون عامل المصري عشان برضو نعمل توعية للامهات حاجات كده مختلفة وبعدين ابتنى بقى نعمل مختلفة للامهات كلها حاجات تحاول تنظيم الوقت يعني فكرة ان انا كامة عاملة خلي كلها حاجة في راسي ده الراس بتنفجر في الاخر اه سواء الله ايو ازاي 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 معينة انا عارف ان احنا نخد برا الموضوع بس ازاي انا كامة عاملة انظم وقتي يعني ازاي احنا يعني احنا عملنا اجندة مصمامة للام العاملة فمسلا هي لما تيجي تفتحها تبقى هي متنظمة بطريقة ان هي فين الاجندة دي اه مش معايت يعني ايه معايا بتاعت معايا بتاعت يعني الشخصية يعني معايا ثانية واحدة بس انتو بتجيبولي دلوقتي الموضوع مش كله عشان انا دلوقتي اكتشفت اكتشاف يعني انتو دلوقتي كفريق اعداد بتعرضوا علي يعني مش كل الموضوع فين الاجندة يا استاذة ما تحكيش الردوة رأيا بشانتتي انا مقدرش امشي بي انا كردوة بقى دي اجنداتي دي بحط فيها كل الافتار ايو اللي ستتبق اللي بتتفرج علينا اه فين الاجندة في الشمطة اجبها يعني عندك منها نعرف نعرضها اه 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 او على الصفحة اه 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 ها فريق اعداد ثماني عندكم فوق او ايه اه معنا السور دلوقتي طيب هم حضاروا دلوقتي الاجندة بتاعت ردوة والاجندة لابسا ما حنتوا تتاخد منها دلوقتي بتتصور وتتحط على صفحة ايو بس بتاعتنا علشان كل الستات اللي عندها مشكلة ازاي تنظم وقتها فهي جاي من غير الاجندة او استاذا تفضعني تفضعني ماشي فهي فكرة بقى ان هي لما تيجي تفتح يبقى عندها كل اسبوع بتكتب ايه بس كمان عندها هتطبخ ايه اه مثلا حاجة احنا بننادي بيها جدا او انا بالنسبة لي مهم جدا فمهم شغل هو المي تايم وقتي انا انا هعمل ايه لنفسي في الاسبوع هالله حلو بقى انا حبة انا بقى المي تايم اه انا المي تايم ده بقى احب مهم لان هو بالنسبة لي ده الوقت اللي باشم فيه البطارية لو انا ما عملتش كده خلاص مش هقدر اكمل فانا مسلا حطا لها في الاجندة كل اسبوع قولي انت هتكتب ايه في المي تايم حتة مسلا ممكن تلون فيها نصيحة كل اسبوع حاجة تدي انا بقول لها ارقوسي اه المي تايم رقوسي ما احنا مثلا في اول اجندة حطين افكار تقدير تعملي ايه في المي تايم بتاعتك راب لو انت مثلا انت عندك ساعة مش هفت تعملي ايه فانا حطا لها فين الصور بتاعت الاستاذة بتاعت الاجندة انا عايب يا جماعة كده ما يصعش وحطا لها مثلا افكار في الاول ازاي تقضي وقت مع اصرتك في جوه البيت بحيث ان احنا برضو ازاي الحاجات دي كلها موجودة بحيث ان هي تبقى مناسبة للامهات طيب او بل ما امي حضروا الصور نتكلم بقى في لوب الموضوع اوكي امي في الشغل امي موجودة على الفيسبوك ما ما نوع الخدمات اول خدمة يعني احنا بنعملها صراحة هي موضوع ان احنا بنقدم نصايح نصايح في مجالات مختلفة جدا اوكي وابتدأت نتعامل مع خبراء في مجالات مختلفة مثلا في مجالات التربية اتعامل مع خبيرة التربية مثلا في التغذية في مجال التغذية اتعامل مع خبيرة التغذية مثلا في الريلاشنشيب اتعامل مع حد في الريلاشنشيب حيث انها برضو ما اقولش يعني خلاص التجربتي انا كده مش رفهم في كل حاجة فمثلا نقدم نصايح وابتدأنا مثلا نعمل فقرة ان الامهات يدخلوا يسألوا اسئلة وان الخبر دول يقدروا ان هم يردوا عليهم بنفسهم وبعدين بدأنا نعمل مثلا ساشنز وان تو وان فمثلا لان طبعا اكيد كل الامهات اللي عميات عندهم استرس لا ينتهي اكيد بخط بك صح تجاه الجرح جامي في الفقرة دي جماعة فيه جرح فيه كده فبتدأنا مثلا نعمل وان تو وان ساشنز لان احنا لقينا ان الساشنز اللي هي لو حد عايز يكتب حاجة على الفيسبوك ما بقاش مرتاحة قوي ان انا اكتب كل مشاكل فبقنا نعمل مثلا وان تو وان ساشنز برضو مع الخبرة دول بحيث ان هو الام تقدر انها تقعد معاهم تتكلم معاهم وهم يدردوهم حلول بسيطة يقدروا يعملوها يعني دي حاجة دايما ببص علي هنا انا حط حلول بسيطة مش كلام بقى كتب لأ كلام فعلا اقدر ان انا طبقه فيه اي حاجة تانية فيه اي خدمات تانية يعني حاليا ده اللي احنا بنعمله في المستقبل ان شاء الله الحاجة اللي فعلا بحاول دلوقتي اشتغل عليها ان احنا ازاي نوفر فرص عمل للامهات تبقى يا part time او remote ما يبقاش شغل بس اللي هو الفول time لان فيه امهات كتير عندهم capabilities كويسة جدا بس ما يقدرواش يشتغلوا مثلا من 9 ال6 وردو هتبتدي امتى في تنفيذ الموضوع ده يعني دلوقتي ابتدينا نبلد الweb site بتاعنا نعمله relaunching يعني بحيث نحن نقدر نحنا نcollect CVs ونقدر نحن نتواصل بقى مع الشركات في حاجة زي كده وبرضو الاتياد فيه دلوقتي ان انا اروح اعمل زي interviews مع الشركات اللي عندهم بيئة مناسبة للام العاملة يعني مثلا بيطبقوا قانون العمل مصري كويس بيضوهم flexibility بيخلوهم يشتغلوا من البيت بحيث ان اروح اعمل interviews مع الشركات دي ودي حاجة برضو لسه جديدة يعني لسه دلوقتي بيعمل interview مع اول شركة بحيث ان الامهات وعندهم الاماكن اللي ممكن يشتغلوا فيهم ويبقى الدنيا عندهم مرتاحة شوية طب ما احنا برضو مش هتبت هنا فيه سموم ستات ما بتشتغلش ايه رأيك يا ردبا في الموضوع يعني نبتدي بقى نشتغل مع بعض بقى ونفتح مجال عمل وزوء عمل وزوء عمل وزوء وخدوة جدا ولا ايه نظام بصي انا مثلا ام انا بشوفها دي فول تايم جوب يعني بغض النظر انا بشتغل برا البيت او جوه البيت فده شغل يعني صعب كتير خاصة ان طبعا لو حد عنده كاز طف طب احنا دلوقتي لو احنا جلنا انا بكلم بجد بقى لو احنا جلنا دلوقتي ستات عايزة ان هي تشتغل نقدر نعمل فورد نقدر نبعتها لك تشوفي اذا كان ينفع تعرفي تساعدي احد فيهم انا دلوقتي بحاول عمل كده وبعد كده احاول بعد كده افلتر كل ام برضو امكانياتها ايه لان برضو المرحلة اللي عايزين بس دي لسها مرحلة متقدمة ان شاء الله برضو هشتغل عليها يعني اللي هي ازاي اه 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 اهل ام ما اشتغلتش خالص وقعدت خمس ست سبع سنين في البيت وعايزة ترجع تاني لسوق العمل فاقدر اديها مثلا زي دورة تدريبية بسيطة تقدر بيها ترجع تاني للشغل طيب اه شغلانتك الاساسية الرئيسية ايه استاذة انا مديرة جودة في شركة تري كوميونيكيشن انا مدير كوميونيكيشن اه اذا ملوش هلاقي خالص بعيد تماما عن اللي انت بتعملي ده ماما في الشغل ماما في الشغل بيج عليها الوقت وصلتي لقد ايه اه اربعة وخمسين الف ونص كلهم امهات فيه على فكرة رجالة وات شفسي لماذا رجالة وبيدخلوا يعني يعافوا بقى وكده لا يعني مثلا كنت كتبه ارتكل عن مثلا انواع الستات والسواق في مصر انواع الستات اللي بتسوق في مصر فلاقيت بابعا استجابة فظيع جدا من الرجالة بلاقي كتير جدا رجالة يعملوا منشن لمرطاتهم مثلا على بوست معين لو حاجة لي علاقة بالتربية حاجة لي علاقة مثلا بطبخ معين يعني بلاقي الرجالة تستجيب معينة طبعا انا حد بيجري اشان انتم ما تشوفوش ومصر صحيح مانين بسم الله يا موشو الله حاجة لي دايلي بالكمالات كلها شو بس ايه صارة وهي بتجري وهي بتحط الشرق طلع تجري قال يعني الشرق دي كانت نزل من السماء من اول الكدر يا جماعة مردو ما ده مش منطقة يعني ايه ده دي حاجة هدية كنت جايبها لك صراحة كأم عامة عشان ام عاملة اه حاجات يعني لان احنا برضو بنعمل وبنعم تورديكس للأطفال كمان يعني احنا عاملين حاجة للأطفال رمضان لأ النهاردة بقى فيه يا جماعة على فكرة النهاردة حلقة غريبة من نوحة فيه راشو عظيمة جدا الحياة حلوة او دي نوتبوك عادية فاضية بس مثلا الحاجة احنا بدايما بنحتم بيها ان النوت الموجودة على كل فاضي ستاعتنا تبقى ايجابية يعني احنا بنحاول دايما نوزع ماما في الشوك طب انت جابانا هنا قد ايه تلاتة صح طب انا هاخد واحدة وانا من خلالك انت هاقهدي ستتين اه يريدت اوكي من خلال سوشيال ميديا بتاونا هاقديهم اتنين ماما في الشوك فيها كزادي اتنين ماما في الشوك فيها كزادي مش بوديكت واحد ماشي احنا نشوف بنا اديهم الاتنين ولا بتاعت عشان ماما في الشوك دي مواما يعني هنتكلم معها دلوقتي احنا معنا صور يا شباب صح طائم اه دي ايه بقى خلي الحلم حقيقة الحياة حلوة وايه اللي في النص دي احنا فعلا بنسبارك في كل حاجة احنا فعلا بنسبارك في كل حاجة احنا بصي برو برو جدا طائم طائم معنا و ايه ده ده باتي ترينيج تشارت كنا عاملينه للامهات اللي هما اولادهم يبتدوا يعملوا باتي ترينيج لاطفاله اللي هو ازاي تقعد على التويلت ابنها ودخليه شيل بامبرز وكده حاجة تشجيعية للاطفال دي فريتش بلانر بتتلزق على التلاجة بماغنت من وراء لونها ابيض كده بحيس انها كل يوم تكتب الحاجات اللي وراها يا راشو دي اكيد انا حملها في ثانية اه وفيها مثلا حتة بتاعة الجروسري لست ايه اللي مثلا عايزة تجيبين من السوبر ماركت هتطبخي ايه الاسبوع ده ارقام التليفونات المهمة بقى الخضري الفاكهاني السوبر ماركت الحاجات دي كلها وهي وايت بورد فممكن تتمسحيها وتكتبيها تاني دي الاجندة بقى زي ما بقولك هيبوسي وتقسمها من جوه المستعدين تكتبي ايه لان برضو انا يعني من احدى اهداف الصفحة الرئيسية ان انا موقاش ام عاملة ومكتائبة وممتنكدة متنكدة ومراقة مي أiane اللي احنا هم ومع تعملون مانعمل الساعة الصفقة عشان انا عال به risk لان هو دايما الفكرة ان ساعات انا في وسط ما انا بجري بنسل حاجات البسيطة اللي ممكن تكون بتحصل لي ولازم انا كنا الشخصية اللي بتشجع نفسي ما يفاشل مستني التشجيع من اللي قدامي مش عزم حديقي يتبطب علي ويقولي بربط طبعا ده كويس ومطلوب وكل حاجة اي بالزبط بس انا اتبطب علي انا اشوف ايه الحاجات اللي حصلت لي الاسبوضة وفكر نفسي بيها واكتبها يعني الاجندة انا السنة فاتت كان اول مرة عملها صراحة لما السنة خلصت ورجعت الاجندة وفتحتها انا ببسط حسنا انا انجزت حاجات كتير جدا ان حاجات حصلت لي كتير جدا انا مكنتش كتبتها مكنتش حس بالانجاز اللي عملته سواء على الصعيد الشخصي او العملي يعني الاتنين في امهات جوم قالولك انه احنا مشينا وراكي وفرقت او يعني ابتدأ يعني مثلا من سنة فاتت ابتدأ ناس تبعاتلي رسائل على الصفحة نفسها تقول لي مثلا مشاكلها انا مثلا عندي مشكلة كذا 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 فانا اقولها طب انا مثلا وجهت نازل انا مش صراحة بتاعت ادرس الموضوع بس كنت ساعتها لسه مش درسة بس كنت قولها من وجهة يعني انا عمطا بحب القرية فبقرة كتير جدا في المجالات مختلفة فعندي خبرة كويسة بقالي اكتر من 15 سنة بشتغل فبرضو عندي خبرة مع زماليتي كتير جدا فبقلها يعني نصيحتي وبس قوي لما ارجع حد يقولي لا انت كان عندك حق اصحنا كنت عامل كده خاصة بقى الامهات اللي تيجي تقولك انا خلاص زهقت و هسيبي الشغل انا مش قادرة انا خلاص فقعد اقول لها طب واحدة واحدة طب نشتغل مع بعض خطوة بخطوة فبحث صراحة ان انا فعلا افدت حدي يعني احنا نستفدنا حيث جدا في النمو انلاي كتير ارسي خيرك انا شفت ان هي أبليكيشن حلوة او ساري مش عارفة ليه مصممة ان هي أبليكيشن هي بيج صفحة على الفيسبوك امي ماما في الشغل كلنا امهات وكلنا عندنا مشكلة غير تربية العيال هو السترس الضغط بتاع انه مش عارفة نظم وقتي دي عندها مشروع لازم اعود جنبها اصاص ولزق ودي عندها متحان اخر السنة ولازم اصحى الساعة 6 الصبح وتمارينهم الساعة 5 وانا لازم اجي من الشغل بسرعة الحاق اعمل لقمتين يكلوهم انا ام وانا عارفة انا جوه المبقى انا شربة جدا ولازم اجري ودي جزماتها تقطعت في لازم ازر اشتري لها جزمة و لازم اعمل و لازم اعمل فمع الايام بنحس بضغط بنحس بساعات بنحس بمعاناة يعني ساعات بقعد اقول ايه انا ليه يا ربي متخرجت الشراج لربي بكتش عملت كل الكلام بس الحمدلله طبعا احنا ننسيت و عملنا هي وبس او انت نفس ازر ادبع مشاهدتي عزيزات دي جاد تقرأ لكل الامهات او البناتيت اللي عايزيني و امهات مهمة جدا و انتي ام تفتكي نفسك مهمة جدا ما تزيهاش مهمة جدا تحبي نفسك مهمة جدا ما تضغطيش عليها عشان انتي تعرفي تكملي وتعرفي تكملي معهم و مع الناس اللي حواليك خلصت فقرتنا انت كان حياتي نفسك مخلصتش عليكم معنا وتابعونا وازلنا معاكم وهي وبس صباح الخير انا زياد عمار صباح الخير انا زياد عمار سورتيفاي كراس فت ترينر لابل 1 و سورتيفاي كراس فت ترينر لابل 1 معايا مريم ممضوح و هنعمل معاكم شوية تمرين نهاردة سهل قوي ممكن نعملها كلها في البيت يلا ولاد جاهزين هنبتدي بالبربيس فكرة البربيس يلا بينا يدي قدام اتنين ثلاثة اوكي دلوقتي هنعمل تمرين اسمه سيتابس دي بتقوي عدلات البطن والكور كلها الكور يعني عدلات البطن والده والجنب يلا بينا واحد مع بعض اتنين هاي ثلاثة اوكي تمام زي منتو زي منتو زي منتو قصي ولادنا هنحعمل تمرين اسمه هعمل ايه هنام على الوهري خالص و هعلي رجلية كده بس شوية و هقعد ازوق رجل وره و رجل قدام بيدحك كده ايوا كده بسرعة بسرعة واحد اتنين ثلاثة بعمل 5 6 7 8 9 10 يلا هنعمل دوريتي تمرين اسمه بلانكس بلانكس برده تمرين بيقوي عدلات الكور كلها زي ما انتفقنا عدلات الكور اللي هي البطن والجناب والدهر او الورباك التمرين ده تمرين ستاتيك يعني تمرين ثابت انا بحاول ان انا اثبتيه اطول مدة اقدر اثبتها جاهزين ياولاد يبقى قدامي بصص قدامي يلا ضم رجلك اعلى فوق امام دوحك بصص قدامي حاول امسك نفسي اطول مدة اطول مدة ايوا كدس برافو عليك كمان كمان واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة امان تسع عشر ناس خلاص يلا بين برافو عليك من ثلاثة سهور فاتوا تم الالان على او تم فتح باب مسابقة المسابقة دي كانت بالاشتراك مع دكتور احمد عمر خمسة في مية خمسة في مية يعني احنا وهو اتفرنا ان احنا هنعمل ده هنختار عدد من السيدات العدد ده هيتم تصفيته هيروحوا للعيادة او في عيادة الدكتور احمد عمر هيبتدي يعني معاهم انترفيو او مقابلة وان تو وان واحد الواحد هيختار مجموعة عاش ما تعوش مني سوسي راح من مشاهداتها وبس هتمر برحلة خساسين ثلاث شهور الرحلة دي فيها كشف ومتابعات من جانب احمد عمر جيم في اكبر الجيمز في مصر في الثلاث شهور دي مع متابعاتنا احنا لدكتور احمد عمر عشان نعرف المشاهدات بتوعنا وصلوا لايه قلنا من ثلاث شهور انه اكتر واحدة خست هتاخد جايزة عظيمة النهاردة انا ينفع اقول لانه بكرة في برنامج هي وبس هيكون موجود معنا دكتور احمد عمر وحيكون موجود معنا مشاهدات هي وبس والفائز بجائزة المتحول الذهبي جولدن ترانسفورمير ولي اسمع جولدن ترانسفورمير لانه احنا بكرة على الهواء هندي جايزة ذهب لاكتر حد عارف يخس المسابقة دي او الرحلة دي كانت عبارة ان احنا كنا عاملينها علشان نشوف مدى او الصدى بتاع الخساسان على الجروب او على الفريق اللي احنا اخترناه من الستات كان ممكن نزيع ده في خلال تارتشو اللي فاتو بس احنا قررنا لانه اول مرة تتعامل ان شاء الله هتبقى مستمرة على طول لكن اول مرة تتعامل في برنامجها وبس ان احنا نعملها في صمت صمت كتمان تفعت مع احمد وطولوا بص احنا خلينا نخسس ال 20 ست دول بفروق في ناس خسط 15 في ناس خسط 20 في ناس خسط 25 في ناس خسط اكتر من 25 كيلو لكن احنا قررنا بدل ما نعملهم سباطس ونقعد كل شوية نقول المسابقة الفلانية مش عارفة ايه اللي بيحصل ايه اللي بيتم ايه اللي كذا ان احنا نعمله في صمت لحد ما نطلع للنور برنامجها بس دكتور احمد امر نقول لكم انه احنا اللي احنا عملنا تلات شهور كان واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة خسوا خسوا قد كذا هي دي ست اللي كسبت ادي الجايزة بتاعتك على الهواء بعد كده هنبتدي ننقل المسابقة دي بعد كده هنبتدي نغطيها بعد كده هنبتدي نشوف ايه اللي بيحصل فيها لكن احنا كنا عايزين نعمل ده عشان نقول انه لما بنركز ونصمم ويبقى عندنا القدرة والعزيمة ان احنا عايزين نخس بنخس فحلقة بكرة ان شاء الله هنعرض ده تحكون من احد الفقرات بتاعت الحلقة مشاهدتي عزيزين حلقتنا خلصت سريعا النهاردة انا عارفة استنونا بكرة الساعة ستة وحلقة جديدة من هي موسيقى